السلام عليكم أعطى الله أنبياءه كرامات عديدة ومن أهم تلك الكرامات الحكمة الدائمة والعدل بين قومهم وفي كثير من الأحيان كان الناس يتخاصمون ويجتمعون عند النبي ليحكم بينهم ولكن هذه القصة حدثت مع نبي الله سليمان عليه السلام هي من أغرب ما ستسمعون على الإطلاق فتابعوا معنا ارتبط اسم نبي الله سليمان بعدد من القصص المذكورة في العهد القديم مثل قصة قضائه عليه السلام في المرأتين المتخاصمتين على الرضيع وهي من أروع القصص على الإطلاق يحكى أنه في أحد الأيام كان سليمان عليه السلام جالسا على عرشه يسبح الله عز وجل فإذا بمرأتين تدخلان عليه بطريقة غير مباشرة وكل واحدة منهما تصرخ على الأخرى وتشتمها وكان مع هذه المرأتين طفل رضيع تضمه على صدرها بشدة فتعجب نبي الله منهما وقال لهما ما أمركما فأجابت المرأتا يا نبي الله نحن متزوجتان من أخوين ونعيش في منزل واحد سوية منذ زواجنا وأراد الله تعالى أن نحمل وننجب في نفس الوقت ولكن هذه المرأة الفاجرة أمامك قد قتلت ابنها ثم صرقت رضيعي وادعت أنه ابنها وأنا أريدك أن ترجع إلي يا ابني ردت المرأة الثانية يا نبي الله إنها امرأة كاذبة وقد مات ابنها خلال نموه وفقدت عقلها أنصفني أرجوك والحقيقة التي حصلت مع المرأتين هو أن إحداهما نامت ليلا مع طفلها الرضيع وقتلته خطأ ويبدو أنها نامت عليه دون أن تشعر فأدى ذلك إلى وفاته واختناقه ثم أفاقت ورأت ما فعلت ثم قامت على حين غفلة من المرأة الأخرى وأخذت ابنها ووضعت الرضيع الميت مكانه إلا أن الحيلة لا تنطوي على أم الرضيع الحقيقية لمعرفتها بابنها فحاولت استرجاع ابنها من تلك المرأة الفاجرة فرفضت إعادته لها وصرخت عليها وطردتها فقرر الاحتكام إلى سليمان عليه السلام سمع سليمان حجة المرأتين وكلتاهما تقسمان بأنهما صادقتين فما كان من سليمان إلا أن ناذى على السياف وأمره بشق الطفل إلى نصفين وأن يعطي كل واحدة منهما نصفا ليحل الخلاف فاضطردت والدة الطفل الحقيقية وبدأت بالبكاء وترجت سليمان عليه السلام أن لا يقتل الطفل وأن يعطيه لغريمتها بينما صمتت المرأة الأخرى موافقة على شاق الطفل لكي لا يكون لأي منهما حينها علم سليمان عليه السلام أيهما أم الطفل الحقيقية وهي تلك المرأة التي أعطرت أن تتخلى على طفلها على أن تراه يقتل فأمر أن يعود الطفل إلى أمه الحقيقية وأعطرت أن تعطيه لغريمتها على أن تنقذ حياته وقد دكرت هذه القصة في العهد القديم وهي من أشهر القصص الدالة على حكمة نبي الله سليمان عليه السلام وهي من الإسرائيليات التي أمرنا النبي عليه السلام ألا نصدقها ولا نكذبها فقد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة ولكننا نذكرها هنا للإفادة أرجو أن يكون المقطع قد نال إعجابكم ودمتم في حفظ الله ورعاية